خلونا نبدأ بأكتر حاجة بجد مزعجة يمكن هتكلم عنها النهاردة يعني احنا طول عمرنا أو أنا من ساعة موعيت على الدنيا وأنا بالنسباني القربة دي حي كده راقي وشيك وحتى يقولك لما تبقى عايز تفطر فطار رايق تروح كده الصبح تفطر في القربة تاكل فطير مع كباية شاي تروح تتمشى في القربة بالليل تاكل شاورمة طول عمري شايفة القربة دي يعني حاجة كده حلوة قوي في مصر الجديدة مكان راقي الناس اللي هناك شيك جدا المباني نفسها مختلفة عن باقية المباني اللي ممكن تشوفوها في مصر الجديدة وللأسف المكان الراقي الشيك الجميل الدافي اللي أنا بتكلم عنه دلوقتي اتحول من مكان جميل زي ما أنا بقوله كل حاجاتها الحلوة اللي قلتها عليه لمسرح جريمة في عز النهار يعني ايه تحول لمسرح جريمة لعز النهار يعني فيه واحد اتقتل اتقتل بسلاح ابيض في عز النهار في نص الشارع في الكربة انتم مستوعبين يا جماعة الكريم اللي أنا بقوله حاجة طبعا يعني صعبا على العقل ان هو يستوعب طب ايه اللي حصل ايه اللي يخلي واحد يتقتل في عز النهار وكل عادة الناس تبقى واقفة ما بتعملش اي حاجة غير ان هي بتصور يعني اعتقد ان احنا خلاص حفزنا السيناريو ده اعتقد ان احنا في الكام سنة اللي فاتوا شفنا فيديوهات كتيرة جدا لناس بتتقتل في الشارع وفي النور وفي عز النهار وقدام الناس وما حدش كان بيدخل ولا حد كان بيعمل اي حاجة الناس كلها كانت واقفة بتصور بس اللي حصل في الكربة ان فيه صاحب قهوة مشهورة جدا جدا في الكربة وصاحب محل عصير صاحب القهوة اشترى العمارة اللي فيها محل العصير فيعني typical Egyptian مصري تقليدي قال لك ايه قال لك لأ خلاص يبقى المحل ده بتاعي انا اشتريت العمارة فانا المحل ده نصيبي فكان عايز ياخد محل العصير فطبعا صاحب محل العصير رفض فالله حصل ان حصل مشدة كلامية في الاول ما بين ابن صاحب القهوة وما بين ابن صاحب العصير ده عايز ياخد منه المحل وده طبعا رافض وبيقول لك لأ مفيش محل هيتاخد والموضوع بقى بدأ يتطور لحد ما بدوا يتخنقوا على اماكن الكراسي والترابيزات اللي محتوطة قدام محل العصير الصوت بدأ يعلى بدأوا يمسكوا في بعض الضرب اشتغل يعني هتشوفوا اكيد في الفيديو يعني خناقة شوارع بطرابيزات بتتحدف كراسي بتتحدف لحد ما في الاخر ابن صاحب المحل العصير قال لك لأ ما بدهاش بقى احنا لسه هنتخنق بكراسي وطرابيزات اما طلع السلاح ابيض وضرب به ابن صاحب القهوة كذا طعنة لحد ما مات طبعا يعني لما ودوا المستشفى كان قرازي غرقان في دم وطبعا ما لحقوش ربنا يرحمه والابن صاحب القهوة اتوفى طبعا على طول وابن صاحب العصير حتى في التحقيقه هو اعترف بده يعني وقال هو مسل الجريمة ازاي لو تفتكروا يا جماعة احنا المشهد ده شفناه بالضبط من سنة او من سنتين فما كانش في القاهرة كان في احد المحافظات وشفنا واحد برضو بسلاح ابيض دبح واحد في نص الشارع في عز النهار ومسك راسه ومشي بيها وساعتها برضو الناس ما قدرتش تعمل اي حاجة غير ان هي كانت وقفة بتصور طيب انا دلوقتي حد هيسأل يقولي على فكرة انت مستفزة جدا يعني احنا شايفين واحد قدامنا ماسك سلاح عايزنا نعمل ايه ما هو لو اي حد اتدخل وارد ان هو يتضرب وارد ان هو يموت محدش هيجازف بعمره احنا الاول وفي الاخر اللي بيتضرب ده شخص احنا ما نعرفوش فليه اتجازف بحياتي عشان شخص انا ما عرفوش تمام هقولك انت عندك حق مليون في المية بس الوقت اللي انت قاعد بتضيعه في ان حضرتك ماسك تليفونك وقاعد بتصور يا عم اطلب البوليس اطلب الاسعاف يعني حاول تساعد باي طريقة لكن فين المساعدة ان انت شايف خنائة واصلا اخرة الخنائة دايما بتبقي ما هو حتى لو ما ماتش كان هيتعور ما هو خنائة شارع وشايفين تورابيزوت وكراسي بتتحدف في الهوى يعني بالعقل كده اخرة الخنائة دي هتكون ايه هيتصلحوا هيبوه هيحدونوا بعض ويبوصوا بعض في الاخر لا اكيد اخرة هتبقى حاجة بشعة يا حد هيتعور يا حد هيجرالوا حاجة يا حد هيموت وده بالزبط اللي حصل واحد مات فمتدايقة جدا على كمية الحوادث اللي بقينا بنسمع عنها الفترة دي الناس بقي يعني كلمة لما تشوف خبر فيه ان حد تقتل او ان حد قتل دي ما بقيتش حاجة غريبة يعني انا لما بقيت اذاكر كتير انا ما بقيتش استغرب لما بقر اخبار زي دي من كتر ما بقيت بشوفها كتير والغريب ان دايما لما كنا بنسمع عن الحوادث دي زمان تبتبقى في حتة مقطوعة بالليل بعد الساعة 12 مفيش ناس موجودة مفيش ناس معدية لكن الموضوع تطور قوي يا جماعة ان الكلام ده يبقى بيحصل الصبح في عز النهار فحي سكني زحمة جدا وطول وفي محلات قد كده وناس قد كده قربة انتم متخيلين انا بتكلم على القربة وان ده يبقى بيحصل فيها حاجة بجد مؤسفة جدا جدا ربنا يرحم ابن صاحب القهوة التوفى اتمنى اتمنى بجد بجد احنا يعني قلتها قبل كده وهارجع اقولها تاني احنا شعب جميل بجد ودمنا خفيف وفينا وجدعان وفينا مميزات كتيرة قوي بس احنا عندنا مشكلة في ادارة الغضب انا مش قادر افهم ازاي واحد بيتخنق اما واحد اتعصب اما طلع سلاح ابيض ومموته والناس اللي وقفين دول يعني تحسوا ان هما المشهد بالنسبة لهم مش غريب انا شك ان الراجل ده ممكن يبقى اتل حد قبل كده من كتر ما ان الناس وقفة انه الراجل مات يا جماعة الراجل سيح في دمه وتقتل عايزين ايه اكتر من كده عشان تحاولوا تساعدوا او تحاولوا تنقذوا الموقف غير ان انتوا تبقوا مسكين الموبايل وقفين بتصوروا فحادثة بجد مؤسفة جدا جدا ربنا يا رب يرحموا ويصبر اهلوا تقالوا بقى اخدكم لموضوع تاني الكام يوم اللي فاتوا اكيد حضراتكم شفتوا ان الموسيقار الكبير عمر خيرت بيتعرض انا كنت اقول كام بيتعرض بس هو مازال بيتعرض لنقد كبير جدا جدا وتعليقات سلبية كتيرة جدا جدا على السوشيال ميزيا طبعا اكيد كلنا شفنا الحفلة اللي اتعملت وشفنا الاغنية اللي اتغير فيها الكلمات او اتغير اللي احنا وايا ان كان انا مش هتكلم في الموضوع ده لاني بصراحة شايفة ان الموضوع اخد اكبر من حجمه بكتير احنا في الاول وفي الآخر الاغنية دي احنا منتكلمش على اي اغنية الاغنية دي كفاية ان انا اقول ان هي لفيلم يوسف شهين فمجرد ان دي اغنية الفيلم ليوسف شهين يعني ده من التاريخ دي مش أغنية ده تاريخ والتاريخ لعمره بيتغير ولعمره بيتمسح يعني أنت لما تيجي تتكلم على الأغنية دي كمان عشرين أو خمسين سنة مفيش حاجة تتغير لأن ده تاريخ التاريخ ما بيتغيرش يعني إحنا إدينا الموضوع أكبر من حجمه بكتير أنتو خايفين من إيه الناس اللي عادة بتهاجم الموضوع أي أن كان حضرتك مع أو ضد مبسوط من اللي حصل زعلان من اللي حصل أنتو متضايقين من إيه يعني في الأول وفي الآخر إحنا مصر أو الفنانين المصريين إحنا الحتة دي بتاعتنا وإحنا رواد في الحتة دي وبدليل إن أغلبية نجوم الوطن العربي بيغنوا باللهجة المصرية فعايزيني أكتر من كده فأنا مش حاب أتكلم أكتر في الموضوع ده أنا حابة بقى أحلل كده حاجة شفتها من الهجوم اللي حصل على عمر خيرت أنا النهاردة بفتح أقرى التعليقات المكتوبة على عمر خيرت تخيلوا يا جماعة عمر خيرت النهاردة بيتقال عليه إيه؟ عمر خيرت بيتقال عليه هو فاكر نفسه زي سيد مكاوي هو فاكر نفسه هاني شنودة وما ينفعش أصلاً إن هو يتقارن بالناس دي التعليقات المكتوبة على فاكرة يا جماعة عمر خيرت واخد مكانة أكبر بكتير من اللي هو يستحقها وحواليه هالة هو مش قدها وما يستحقهاش قال إيه لك الناس كتبع لعمر خيرت على فاكرة يا جماعة هي ألحان ومش بطالة وحيات ربنا الكلمة دي كانت مكتوبة بالزبط ألحانه مش بطالة ألحانه تمام يعني مش وحشة تعدي تمشي على فكرة يا جماعة عمر خيرت كتير جداً بيقرر في ألحانه الراجل ده على فكرة بينحط الراجل ده نحط شغل تمتخيلين إن كل الكلام ده أنا جايباية من التعليقات اللي مكتوبة على عمر خيرت عمر خيرت اللي أخد يعني مليون ألف جايزة في حياته على الموسيقى اللي بيعملها في الأفلام أو الجواز اللي أخدها لشخصه هو عمر خيرت اللي هو أصلاً اللي أسس لك المعهد العلي للموسيقى اللي هو أصلاً من غيره كل الفنانين أو كل المطربين اللي أنت بتحبهم وبتحب تسمع صوتهم وبيغنوا ما كانوش أصلاً يبقوا موجودين عشان ما كانوش هيلاقوا ما كان يتعلموا فيه فعمر خيرت هو أول عميد للمعهد العلي للموسيقى وأول واحد أسس الكونسورفاتور فعمر خيرت بكل نجاحاته وإنجازاته وعمر خيرت يا جماعة لما بيتم بس الإعلان إن في حفلة لعمر خيرت تتعامل بتلاقيها فولي بوكت منت لسه لسه تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتدخل تشوف بقى إيه نظام الحفلة دي بتلاقيش مكان بتلاقي كل الأماكن تحجزت فعمر خيرت اللي هو موسيقر كبير جداً وجزء كبير جداً من تاريخنا الفني النهاردة بيتقال عليه الكلام ده وهنا توصلت بجد لحاجة وحشة قوي فينا إن إحنا بنشوف حلو كتير قوي من الناس وبنطلعهم سابع سماء بناء على الحلو ده وبنشكر وبنمجد فيهم ونشيد بيهم ونبقى فخورين ونقول بصوا المصريين ده مصري بص إنجازاته وبص نجاحاته ولما بنشوف إن الشخص ده عمل حاجة مش عجبانة مش ضروري تبقى غلط من وجهة نظر وبس ممكن من وجهة نظر حضرتك بتبقى غلط حاجة مش عجبك تصرف إنت شايف إنه ما كانش المفروض يتصرفه ساعتها بقى بنعمل إيه؟ بنمسح كل النجاحات والإنجازات دي بقى ستيكة ولا كأنها حصلت ولا كأنها موجودة وبعد ما كنا نطلعين الشخص ده سابع سماء وطيرين بيه وبنتكلم عنه وفخورين إنه هو مصري بنزله سابع أرض وبنقول لا إحنا مش بنحبه دلوقتي لا ده راجل مش كويس لا ده راجل مش وطني فتطفك أو تختلف مع عمر خيرت دي حاجة ترجع لك بس بلاش نخلط الأمور ببعض يعني حضرتك عندك دلوقتي شخصية مشكلة شخصية معي لإنه دي هتبقى مشكلة شخصية إنت مش عاجبك تصرف ما هو عمله إنت مثلا إحنا هنا مش بنتكلم على لحن مش عاجبك أغنية مش عاجبك عمل نوتة غلط على البيانو لا دي مشكلة شخصية إنت مش عاجبك تصرف معين هو تصرفه تمام حقك بس مش من حقك إن إنت بقى تخلط المشكلة الشخصية دي بإنجازات وبنجاحات عمر خيرت لا يا جماعة لازم بقى نتعلم نفصل لازم نتعلم إمتى لما يبقى عندي مشكلة شخصية مع حد أبقى واخدى مونقف من الشخص ده بيني وبالنفسه لكن لما يتقال قدامي على فكرة ده موسيقار وحش أقول لأ الحق يتقال ده من أفضل الموسيقيين اللي جوم في تاريخ مصر لكن أنا مش قادرة أفهم الناس اللي أنا متأكدة متأكدة إن هم قبل الحفلة دي ما تتعمل كانوا بيروحوا يحضروا حفلات عمر خيرت وكانوا لما بيقابلوا مثلا حد أجنبي برا مصر أو بيتكلموا مع حد أجنبي في مصر يبقوا فخورين إن عمر خيرت ده مصري نقول لهم Do you know عمر خيرت He's Egyptian He's from my country فمش متخيلة إن نفس الناس اللي كانت بتعمل كده هم النهاردة اللي بيقولوا لك إن عمر خيرت ماينفعش تقرنوه بهاني شنودة وبسيد مكاوي وإن عمر خيرت بيقرر الحنه وإنه بينحط إيه ده يا جماعة يعني إحنا للدرجات دي بجد بقنا وحشين قوي قوي بقنا وحشين حتى في التعبير عن زعلنا فيش مشكلة إن إحنا نزعل فيش مشكلة إن إحنا يبقى عندنا اختلاف في وجهات النظر منبقاش بني قدمين لو ده ما حصلش بس نتعلم نزعل صح نتعلم نزعل بأصول خد يا عم موقف ما تروحلوش حفلة تاني بس ما تتعبش في تاريخه وما تتعبش في نجاحات وما ينفعش إن إحنا النهاردة نبقى إحنا المصريين اللي بنقول كده على عمر خيرت تعالوا شوفوا حفلات عمر خيرت في الوطن العربي كله أو برا مصر وبرا الوطن العربي بتعمل إيه دايما إحنا يا جماعة عندنا مشكلة والله إحنا أي حد كبير ذو قيمة وذو قامة ما بنستحملش إن إحنا نشوف منه أي حاجة مش عجبانة حتى لو هو من وجهة نظره الراجل ما عملش حاجة على فكرة الراجل ما عملش حاجة فيه ناس شايفة إن هو عمل حاجة أوكي اختلفوا معاه بس ما تختلفوش مع فنه لأن فنه مالوش علاقة فأتمنى بجد إن أي حد كان كاتب تعليق سلبي على عمر خيرت ما عنديش مشكلة إن أنت تكتب تعليق سلبي بس لما تهجمه هجمه في التصرف اللي هو عمله لأن ده من وجهة نظره غلط ما تهجموش في فنه وما حدش أصلا يقدر يهجم عمر خيرت في فنه وأيا كان مين بيتكلم وأيا كان مين بيقول إيه اللي بيقول لك بقى بيقرر ألحانه وبينحت ما يجيش حاجة جنب سيد مكاوي كل الكلام ده ولا هيهز مكانة عمر خيرت عندنا ولا هيهز مكانته في تاريخ الموسيقى العربية هو الراجل ده اسمه محفور كده في التاريخ مهما تكلمت من هنا لبكرة الصبح مش هتقدر تغير ده فريح نفسك وإيه وفر كلامك لنفسك طالما ما عندكش حاجة عيدلة تقولها تعالوا بقى أخدكم لموضوع تاني لسه حاصل من دقايق بسيطة لسه شايفاه قبل ما نطلع هوا وأنا سعيكت الصراحة يعني أنا كنت قعدة باتفرج على الفيديو أنا بحاول أفهم الناس دي بتعمل كده إزاي وليه فعزا الفنان مصطفى فهمي محمد رمضان جاي عشان يقوم بالواجب وداخل العزة زي وزي أي حد أنا عايزكم تتفرجوا الناس بتعمل إيه تعالوا تتفرجوا بس كده معايا هو مش عارف يمشي أصلا بصوا يا جماعة بصوا يعني مبدئيا يعني بصوا أنا عايزكم بس تعيدوا الفيديو تاني آه بصوا الحتة دي يا جماعة بصوا 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 بيبزق إزاي يعني الراجل حرفيا مش عارف يدخل العزة أو مش عارف يمشي من الزحمة ومن الناس عاملاه إيه ده يا جماعة والله العظيم ده ولا مهرجان الجونة يعني مبدئيا أنتوا شايفين الراجل جاي باين على وشه أنه هو حزين وطبيعي من البديه أنه هو يبقى حزين لأنه داخل عزة فيه واحد مات رايح يعزي أهله فالناس اللي متلمي عليه عليه والناس اللي مسكى الموبايلات واللي بيحاولوا يحوطوه طب ماشي تمام أنتوا عايزين إيه؟ يعني عايزين إيه؟ عايزين تتصوروا معايا مثلا؟ ما أنا هفكر بقى أنا هفكر معاكم بصوت عادي عايزين تتصوروا معايا؟ طب هل ده الوقت والمكان المناسب إن أنا أتصور فيه مع فنان؟ عاوزين إيه؟ يعني ممكن الناس من اللي وقفين دول يبقوا بيشتغلوا في مواقع أو في الصفحة اللي حاجات اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا عايزين مثلا تاخدوا منه سؤال تاخدوا منه تصريح مثلا؟ أنا بفكر معرفش وارد طب هل ده برضو الوقت والمكان المناسب اللي حضرتك تعمل فيه كده؟ إحنا إمتى هنفهم يا جماعة أصول المهنة؟ إمتى هنحترم الشغلانة دي؟ إمتى هنفهم إنه ماينفعش الكلام ده يبقى بيحصل في عزة؟ ويمكن مش أول مرة فاكرين برضو من كام أسبوع لما كنت بتكلم على الفنان أحمد راتب لما كان حاضر عزة في تاكسي والناس ثابت العزة وثابت أهل المتوفي ورايحين بيسألوا الفنان أحمد ماهر ورايحين بيسألوا الفنان أحمد ماهر إنت حضرتك جاي بتاكسي ليه؟ وساعتك كلمت في الموضوع ده أنا مش عارفة هل دول صحفيين مثلا في مواقع إخبارية لأن أنا عارفة إنه أكيد لا يمكن دول يبقوا نقابيين لا يمكن يعني أستبعدها أستبعدها إنه يبقى صحفي نقابي وبيتصرف التصرف ده لأنه يعني حاجة unprofessional وعشان فيه جهات صحفية محترمة أنا بقول إنه أكيد اللي بيحصل ده مش من صحفيين من النقابة أيا كان بقى بقي الناس أنا مش قادر أصلا أقول هم دول صحفيين ولا دول جمهور بس أيا كان دول صحفيين أو جمهور ماينفعش يا جماعة إن الكلام ده يبقى بيحصل فعزة ماينفعش لازم نحترم أهل الراجل اللي لسه ميت نحترم الزعل اللي الناس فيه نحترم إن فيه ناس قلبها موجوع وقلبها مأهور إيه كل اللي هموكم إيه شوية تعملوا فيديو عشان تلموا شوية فيوز تتصوروا مع فنان عشان تروحوا وتتباو طب ده حتى يعني عيبة في حقك إنه إنت لما يسألك إيه ده إنت شفت الفنان فينه تصورت معاها هترد عليه تقوله إيه هتقوله شفتوا على باب عزة قمت موقف وقلت له معلش يا فنان هتصور معاك صورة دي حاجة تكسف ولا العظيم يعني أنت حتى لو تصورت الصورة دي اللي هو منك همسحها لأن مش حاجة مشرفة أنت تبقى متصور معاه قدام عزة والراجل حتى مش هيقدر يتحك لك في الصورة لأنه زعلان لأنه داخل عزة فإحنا يعني بجد ساعات كتير قوي بنتجرد من إنسانياتنا بننسى حاجات أساسيات يعني إحنا طول عمرنا تربينا أن إحنا في العزة محدش يتحك محدش يبتسم حتى لو المتوفي ده مش شخص قريب منك لازم على الأقل احتراماً لأهل وتبين أن أنت زعلان أنت في عزة أنت في حالة حزن لكن ده حالة حزن ده ولا مهرجان ده ولا كأنه داخل مهرجان ده ولا كأنه داخل حفلة ولا داخل بريميار بتاع فيلمه وحيات ربنا يعني إحنا المناظر دي بنشوفها في السينمات في العرض الأول للأفلام داخل مهرجان داخل حفلة لكن داخل عزة لا يا جماعة لازم تحترموا الموقف لازم تحترموا المكان اللي أنتو فيه أنتو داخلين عزة أنتو وقفين قدام عزة حاجة بجد يعني لا تصدق أنا بصراحة لما شفت الفيديو ده أنا ما صدقتش أنا فتكرت فيه خناقة فيه حاجة بقول فيه إيه الزحمة دي بقى لقيت محمد رمضان يعني طلع من وسط الزحمة وداخل العزة إيه ده؟ عيب والله العظيم عيب وفي الآخر فعلا بنرجع نلوم على الفنانين لو تعملوا وحش ولا لو زقوا حد يعني محمد رمضان في الموقف ده أنتو شايفينه هو تقريبا من كتر الزق ومن كتر الضغط اللي عليها وممكن يقع فمحمد رمضان لو كان تصرف في موقف زي ده وزق ناس عن حد يا لهوية اللي كان هيحصل فيه الدنيا تتقلب عليه شاهد محمد رمضان يضرب أحد الصحفيين ويعتذي على أحد الصحفيين يعتذي على جمهوره ساعتها بقى نقدر نلومه أن هو بيحصل معا كده فعزا فعزا لا يا جماعة بجد الموضوع بقى أوفر قوي قوي ما بقيتش فهمة إزاي الناس بقى بتعمل كده هو بصراحة يعني المجتمع كله بقى أوفر هو فيه حالة غريبة الناس بقيت بتتصرف تصرفات غريبة جدا حتى المدرسين تخيلوا بقى يعني احنا طول عمرنا بنقول أن المدرسين دول المدرسة بيتنا التاني وأن المدرسين دول زي مامتنا وزي أبهاتنا بناخد منهم المعلومة هم اللي بيربونا هم اللي بيعلمونا هم اللي بيدلنا معلومات قيمة في حياتنا تخيلوا بقى المدرسين دلوقتي بقوا بيعملوا إيه المدرسين دلوقتي بقوا بيدربوا العيال بالشيب شيب والله العظيم تفكريني بقى يعني بقى 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 أو حاجة لا لا ده بجد العيل بتتضرب بشف شف اهو بصوا اهو وعايزة أزدكم بقى من الشعر بيت وقول لكم ان هذه السيدة الفاضلة هي مش مدرسة في المدرسة هي مديرة المدرسة ايوة سمعتوا صح مديرة المدرسة وما عدد ثلاث عيال دول زي ما حضراتكم شايفين وبتدربهم بالشب شب وبتقول لهم لانتو ولا اهليكو اتربيتو وفيه بقى انا مش عارفة مين اللي بيصور بصراحة اه بصوا بقى والشخص التاني مش عارفة ده مدرس ده ولا ده ايه ده انا مش عارفة ده بيشتغل ده مهنته ايه في المدرسة انه هو يمسك العيل من راسه عشان يتضربه صح هو ده شغلانتو في المدرسة تقريبا والعيال طبعا في حالة يعني الوادي حبيبي ماسك بقوا تقريبا اتعور من الدرب وبصوا بصوا 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 ماسكوا من شايفين ماسكوا ازاي من راسه بيلفه علشان هي تعرف تضربه بالشب شب شب فسي ما بقول لكم ان السيدة دي هي مش مدرسة هي مديرة مدرسة ودي كارسة ليه بقى كارسة تعالوا بقى ايه يعني انا توصلت برضو انا كل حاجة بتحصل بحب حللها كده وادخل فيها اتعمق فيها عشان افهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه احنا في الكام سنة الاخيرة يا جماعة كل الشكوى اللي احنا بنشتجيها اللي ليها علاقة بالنظام التعليمي في مصر او بمنظومة التعليم في مصر بتبقى شكاوي عبارة عن ايه على المنهج التعليمية صح مرة نعمل خناقة الامريكين ما عرفش حصلوا ايه والعربي والدين الداخلين في المجموع ولا مش داخلين في المجموع وينهر اسود الفرنش هيتلغي دكتور طارق شوقي لو تفتكروا الهوجة اللي حصلت على التعليم الانلاين وعيالنا بتسقط وعيالنا مش فاهمين ويه ليه ويه ومش عارفين نحل اللي امتحين كل الشكاوي اللي احنا بنقعد نركز بقى فيها وبنحرق فيها لها علاقة بالمنهج التعليمية وده طبعا من حقنا وده طبعا مهم بس هل المنهج التعليمية هي الاهم في المنظومة التعليمية لا او قالك ايه التربية والتعليم التربية والتعليم يعني التربية الاول فانتركين لي كده بقى المنهج التعليمية على جنبه تعالوا نبص على التربية هم دول المفروض يربوا عيالنا دول بيجبوا لهم وقد ده واحد مسكوا من شعر وبيلفوا والتانية بتضربوا بالشبشب على بق يعني عايزين يا اكتر من كده هم دول المفروض بيربوا عيالنا هم دول المفروض ان احنا بنودي عيالنا مدارس وبنصرف عليهم عشان يروحوا يتضربوا بالشبشب ويجلعوا معقد نفسية ما هم دول مستقبل بكرة ما هو الطلبة اللي انتوا شايفينهم اللي في السن ده ده الدكتور بتاع بكرة وده المهندس بتاع بكرة وده الزابط بتاع بكرة وده المدرس بتاع بكرة بس هيطلعوا بقى ايه دكترة وزباط ومدرسين بعقد نفسية او سفاح التجمع يا جماعة مش كان مدرس كان مدرس صح بس كان مريض نفسي الدكتور اللي لسه كنا نتكلم عنه من كام يوم اللي كان بيتعدى على السيدات اللي بتجيله في العيادة مش دكتور ما هو دكتور بس مريض نفسي فالامراض النفسية دي بتجيلك امتى بقى بتشعشع كده امتى معاك من الطفولة بيقولك دايما فلما طفل يتضرب بالمنظر ده بل شب شب ويبقى في حالة الرعب دي من مديرة المدرسة بتاعته انتم متخيلين الطفل ده لما يكبر كم من المشاكل النفسية والعقد النفسية اللي هتكون عنده فزي ما بنهتم وانا هنا كلامي موجه لمين انا كلامي موجه مبدئيا طبعا لوزارة التربية والتعليم لهيئة التدريس والاولياء والامور زي ما كلنا بنهتم وبنعمل مشاكل قد كده وندخل في مدخلات في البرامج ونشتكي من المناهج التعليمية او من جودة التعليم في مصر زي ما بنهتم بدا ارجوكم ارجوكم اهتموا بالدورات التدريبية والتأهلية اللي بتتعمل المدرسين ارجوكم اتأكدوا ان الدورات دي بتتم بشكل ممنهج وتأكدوا ان الدورات دي بتتم بشكل مستمر لازم طول الوقت يبقى عندي دورات تدريبية لازم المدرس اللي يبقى مدرس يبقى مؤهل نفسيا قبل دراسيا واكاديميا انه هو يبقى مدرس يعني اللي احنا بنتكلم عنها دي النهاردة مديرة مدرسة طب انا عايزة اسأل سؤال وحد يرد علي هي ازاي وسطة المنصب ده يعني ان انا بقى مديرة مدرسة دي مش حاجة سهلة هي ازاي وسطة المنصب مديرة المدرسة وهي بتضرب العيال بالشيب شب يعني ايه الحاجة اللي اهلتها ان هي تبقى مديرة للمدرسة بالادمية مثلا ولا احنا بنعين المديرين بتوع المدارس على اساس ايه اشتركوا في القناة